بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنستقنف النهاردة فيديوهات كيفية الاعداد لاختبار التويفل كنا الفيديو الاولاني كنا اتكلمنا على الفروق ما بين التويفل والايلتز واتكلمنا كمان على انواع امتحان الاكاديميك والجينوال وانواع التويفل والفروق ما بينها او المرة اللي بعدها كنا اتكلمنا برضو فيديو صغير كده بسرعة عن بتاعت التويفل اللي هو او التويفل اللوكل وقلنا ان هنمتق به على اساس انه الاسهل بس في بوده من التويفل الدولي وبعد كده نبدأ من السهل للصعب ان شاء الله همش هنسيب يعني هنكمل انواع كلها وقلنا ان هو برضو بيتقالع عليه هو هو المرة دي ان شاء الله طبعا المرة الفات كنا اتكلمنا على بتاعت الامتحان النهاردة ان شاء الله هنبدأ بقى في اللي هو السكشن الاولاني من امتحان الطويفل البي بي تي قلنا طبعا المرة اللي فاتت لو حلواتكم سمعته الفيديو اللي فات قلنا ان هو اه بيتكون من خمسين سؤال المفروض يتحله في خمسة وتلاتين دقيقة طبعا الفاكرين الشخص اللي هو اه مركز قوي في اللي سننج ومكبر ودانه عشان يسمع كل كلمة اه الراجل ده عنده حق ليه لان هو هيقول لك في الاوديو ان انت لازم تركز في كل كلمة لان ما يعني هي الكلام مش بيتكرر لا تقدر توجع الشويت عشان تعرفوا مكانه بيقولوا ايه ولا تبقى ولا السؤال حتى لازم تبقى مركز وفاهم الصغيرة اللي بتتقال قدامك او اللي بتتقال قدامك والسؤال اللي هيتقال لك عشان تقدر تستنتجي الاجابة طبعا مش مطلوب منك انت تبقى فاهم كل كلمة بتتقال لكن ما تقدر تفهم الحوار كله بتتكلم على ايه تقدر تتسائل لما تتسائل تقدر تجاوب تختار من المتعدد اه فيه سياسات وفيه كتيرة هنتكلم فيها ان شاء الله بس احنا لسه في الاول اه محتاجين ان انت تاخد الشك اللي هو الصدمة كده في ناس تبقى خايفة من الموضوع تلاقي اه اه ارمي نفسك في البحر وانت هتعوم ان شاء الله اه هنبدأ دلوقتي ان شاء الله نسمع المفروض ان احنا اه ما نترجمش اللي بنسمعه بس هنبدأ الاول واحدة واحدة مع بعض ان احنا اه ممكن نترجم ما فيش مشاكل وان نبقى فاهمين بيقولوا ايه واحدة واحدة هتلاقي نفسك انت اه اللي يعني بدأت تتعود على اللهجة اللي هي بتاعة امريكا الشمالية اللي هو بيتكلم فيها لطيفل علشان ان ان شاء الله في الامتحان تبقى فاهم اه تقدر تفهم لوحدك يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسمع تسجيل طيب اه هو هنا بيقولك ان هيبدأ بحاجة اسمه دياجنوستيك بريتست يعني ايه بريتست يعني اختبار قبل قبل ما ايه قبل ما تبدأ تزاكف اصلا الطيفل قبل ما تبدأ تعيد الطيفل او تعدي نفسك للطيفل طب ايه دي كلمة دي بريتست طب ايه دياجنوستيك دياجنوستيك يعني ايه عاملة زي تشخيص كده عاملة زي ما تقول ايه تحديد مستوى اه يعني انا قبل مدرس وهشوف اللي سكيلز خد بالك ان هي مجموعة سكيلز تعلمتها خلاص السكيلز بتاعت الليسنينج قبل ما اتعلمها لا انا محتاج اختبر نفسي في الدياجنوستيك ديويتست ده اختبر نفسي يعني اختبار كده مقدما كده زي اختبار تحديد مستوى في اي كورس انجليش عشان اعرف هو انا نوع الضعفي في ايه اه ابدأ اشتغل عليها محتاج ايه محتاج اتذكر في ايه طيب هو بيقولك انت تبدأ الليسنينج وان انت هتسمع المفروض ان الجزء ده بيديموستوريت يعني بيقيس قدرتك في الفهم هنمشي شوية نحاول نسمع نفهم على قد ما نقدر واللي مش هنفهمه هنترجمه واحدة واحدة طيب هوا هنا بيقولك ان انت امتحان الليسنينج فيت سوي باوتس طيب هوا هنا بيقولك ان انت امتحان الليسنينج فيت سوي باوتس وفيه دايريكشن لكل باوتس بيقولك انت ما ينفعش ان انت تاخد نوتس او تكتب على ورقة الايجابة لان الورقة دي هياخدوها في الامتحان اه طبعا نحن نتكلم على البيبر بيزتيست اه ولا بتاعت الاسئلة كمان تعال نشوف باوت وان بيقول ايه اذا ايذفري في مجال مجالات Wenn الأن المعرفة أقسم صبك بعد ذلك اليصرف كما تحاول مجال المنتجين האحطIA يتظاه سي ب Shoots الملتخب عق LOOK بعد ذلك الى الرغم المarseط الأساس بالق jumped right there انه نبتعو جد وانتباد أفضاء على respuesta في المكان الذي يقوم بها بالتأكيد من المساعدة التي تخلقها تسألها تسمع على مثال في المساعدة ستسمع هذا المساعدة كانت فقط مخصص يمكن أن تكون أسفل ما يعني الناس يعني أنت تسمع حوار بسيط يقولك أنت تسمع حوار بسيط ما بين شخص مخصين وبعد كل حوار هتسمع سؤال تجاوب على السؤال طيب هنا بيقولك الراجل قال قال لك أن الامتحان ده كان متضايق من الامتحان طيب هنا بتقولك يعني يعني كان ممكن يبقى أصعب من كده هل معنى كده أن هي أصدها مصعبة ولا سهل يجي بقى المريتور يقولك سوري نواته يقولك ما يعني يعني هيك الأصدها هي هيك الأصدها هي أن المخصين أن المخصين أصدها أن المخصين من المخصين أن المخصين لم تكن أسهل أن المخصين المخصين أن المخصين لم تكن أسهل لذلك المخصين هي دي هو بيقولك تلوقتي أن هي هو بيقول أن الامتحان صعب الامتحان صعب قوي يعني الراجل هو اللي كلمت مش موافقة مش موافقة معه يعني بتقوله لا ده ممكن كان يجي أصعب من كده معنى كده أني منوقعها أن الامتحان مش صعب طيب إحنا هنختار إيه؟ هنلاقي فارط الامتحان الأربع اختيارات اللي هي مكتوب قدامها طب ماشي الكلام ده صح بس ده مش اللي قالته مش اللي قالته الست ده اللي قاله الراجل بي ده مش الاختيار السليم هو بيقولك الجملة التانية الجملة الأولى هو قال أن الامتحان كان غالي صعب ستة قالت كان ممكن يجي أصعب من كده يبقى الإجابة إيه؟ مش من معانا طب الإجابة بي بتقولك هي بتقولك هي بتقولك أن كده واضح أن ده أصعب امتحان هي شفيته في حياتها لا ما هي ما أصادتش كده صح؟ طيب سي بيتقولك ما كانش ينفع يجي أصعب أصعب من كده معانا كده أن يجي أصعب حاجة في الدنيا برضو هي ما أصدتش كده هي بتقولك مش كده كان ممكن يبقى فيه كان ممكن يجي صعب يعني كان ممكن يجي أصعب من كده الإجابة دي بقى هي اللي صاحب هي اللي بتقولك هو ما كانش بالصعوبة ديت يعني هو بيقول لها هي بتقولي يعني مش قوي كده يعني مش صعب قوي للدرجات طيب ده مثال اه للشرح بتاع هو نظام ان هو كل يعني كل هيديك امتحان كده تختبر فيه قدراتك وبعد كده بيرجع بقى بتاعت الكتاب ان شاء الله نمشي معها واحدة واحدة وفي الاخر بتاخد بقى اه يعني امتحانات زي اللي بتيجي في طبعا فيه كتير بس في الاخر تلاقي امتحانات بقى زي اللي تيجي في الطيفل ان شاء الله اه نكتفي بكده النهاردة يعني دي اعتبر كده بدأنا في اه ونكمل معك جاية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته